السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كيف هي أحوالكم أصدقائي؟ سعيدة بلقائكم اليوم إذن أصدقائي اليوم سوف نتعرف على بعض الجمل ونتعلمها معا وهي تشتمل على ذغب دوفواغ الذي تحدثنا عنه في الفيديو السابق قلنا فالواغ دوفواغ يعني يجيب يجيب الفرق بين فالواغ الذي تعرفنا عليه في الفيديو السابق ودوفواغ هو أن فالواغ فعل غير شخصي قلنا أنه يتصرف فقط مع إيل هو إيل ولكن البرب دوفواغ أصدقائي هو ذرب شخصي أي وهو يتم تصرفه مع جميع الدمائر الآن سنقوم بتصرف البرب دوفواغ ومع جمال لنتعرف أكثر على هذا الفعل لدينا دوفواغ لدينا دوفواغ إذن الزقاء هذا هو تصرف الآن سوف ننتقل إلى الجمال كي نتعرف أكثر على هذا البرب يجب أن أكون في المكتب الساعة السابعة أكثر على هذا البرب أكثر على هذا البرب يجب أن أكون أكثر على هذا البرب أكثر على هذا البرب في المكتب في المكتب المكتب بيرو في أو على ستة أور الساعة السابعة ننتقل إلى الجملة الأخرى في المكتب أكثر على هذا البرب أكثر على هذا البرب أكثر على هذا البرب أكثر على هذا البرب يجب أن أكون في المكتب أكثر على هذا البرب بواجباتك المدرسية يجب عليك أن تقوم بواجباتك المدرسية تجب عليك تجب عليك يجب عليك يجب عليك تجب عليك يجب عليك يفعل أو يقوم يفعل يفعل أو يقوم هنا أنت قوم بواجباتك المدرسية واجباتك المدرسية تي دووار ماي دووار واجباتي المدرسية تي دووار تي دووار يجب عليك أن تقوم بواجباتك المدرسية سنتقل إلى مثال آخر مثلا أردنا أن نقول أصدقائي يجب عليك أن تنتظرني هنا نقول باللغة الفرنسية تي دوو مطندر إسي تي دوو مطندر إسي إذن تي دوو يجب عليك هنا لبوار كما قلنا يجب تي دووار يجب عليك مطندر أن تنتظرني تنتظرني مطندر مطندر إذن أم تعود علي أن تنتظرني أنا مطندر إسي هنا تي دوو مطندر إسي يجب عليك أن تنتظرني هنا نتقل إلى مثال آخر إذن أحمد أحمد دوو فر صاني أفضل ساني أفضل أحمد 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 doit faire أي يجب عليه أن ينظم son lit سريره أحمد يجب عليه أن يدهب في المدرسة إذن أحمد يجب عليه أن يجب عليه أن يجب عليه أن يجب عليه أن يجب عليه سن لي سريره أبو قبلة أبو قبلة أبو قبلة أبو قبلة أبو قبلة أحمد أحمد doit faire son lit avant de partir à l'école أو أوليسي سننتقل إلى المثال آخر أو مثلا أردنا أن نقول أصدقائي يجب عليه أن ينام مبكرا نقول باللغة الفرنسية أبو قبلة Il doit se coucher Il doit se coucher Il doit se coucher Il doit se coucher عند خالتي أو عمتي خالتي أو عمتي باللغة الفرنسية تونت شيء ما تونت عند خالتي أو عمتي إذن أصدقائي أتمنى أن يكون هذا الدرس قد نال إعجابكم وإلى الفيديو القادم إن شاء الله ونتعرف على فعل جديد وجمال جديدة نتعلمها معا ولا تبخلوا علينا بتعليقاتكم أصدقائي واضغطوا على جيم إن كان الدرس قد نال إعجابكم واشتركوا في القناة إن لم تشتركوا بعد إلى الفيديو القادم إن شاء الله أصدقائي ونلتقي وإلى اللقاء